موسيقى أجهزة الأمنية المصرية لكن هذا الهجوم الذي حدث قبل أمس يبدو أنه يفند هذه الفرضية لأن الإشكال الآن مش في سيناء إشكال الأمن الذي تواجهه مصر يبدو أنه في هذه المنطقة أبعد ما تكون عن سيناء ويبدو من التقارير التي وردت حتى الآن في حالة من الارتباك في إعطاء معلومات عن حقيقة ما حدث طبعا في تسريبات الآن تسريبات أوديو أنا سمعت اليوم تسريبين تسريب وأمجل أحمد موسى عمل تسريبه وربما هذا التسريب يقعده في البيت ونتمنى زي أنا سمعت أنهم أوقفوه ها هم أوقفوه بس التسريبات في الإنترنت منتشرة هي تسريب لطبيب بينقل عن شهادات المصابين في تسريب إذا صح عن طريق اللاسلكي أحد العسكريين بيتكلم مع واحد اسمه الباشا بيقول له يا باشا يا باشا لا هذا الباشا لا هو باشا داته رتبة كبيرة لا لا هذا الباشا لقب 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 أنت لما تكون تحترمه زيادة بيوطي ها هو بتكلم مع زعيمه يعني يتكلم مع واحد مسؤوله يعني بيقول له بيوصف له يعني اللي حدث حسب الوصف اللي جاء في التسريبات شيء مريع مجزرة يعني ده واحد ماشي وبطحهم على الأرض قال له من بطحوا حطوا سلاحهم لموا السلاح منهم بعدين أعدمهم واحد ورد تاني الغريب أنه هم رتب كبيرة ومعدين إعداد كبير بس دعني برضو نرجع شوية الأصل للموضوع في هذا اللقاء هو السيسي حينما قام بانقلاب علاء الدموقراطية في 3-7-2013 بعدها بالضبط بـ 23 يوم يعني يوم 26-7 في اللقاء اللي قاله بالنظارة السوداء تفويد الذي قال أريد منكم تفويدا حتى واجه العنف والإرهاب المحتمل إحنا لو خدناه بالإحصائية هذا التفويد اللي على أساسه فض رابعة طبعا طبعا فض رابعة وحتى قبل رابعة كمان أشياء أخرى قبل رابعة كان قبل الحرس الجمولة لو شفنا دعك من مواجهته الخشنة والقاسية والإجرامية مع الإخوان أنا أعتبر ده خصمي سياسي له نعم خلينا نتكلم عن فكرة الإرهاب وكيف هو تعامل معه وأعمال العنف التي تمت من حينها إلى الآن هتجد أنه عشرات يعني عندك تفجير مثلا بتاعت مدرية الأمن فيه الدقاهلية النائب العام يعني حاجات كثيرة جدا الإرهاب كان دائما يقال فيه سيناء طبعا هو هجر أهالي سيناء وفعل بها ما فعل المشكلة الآن انتقلت يعني الحدث الأخير الذي حدث هذا أخيرا يوم الجمعة عشرين من هذا الشهر راح ضحياته خمسة وخمسين ورتب عالية يعني كنا دائما نسمع في مثل هذه الاشتباكات راجعوا عن العنف هم عاودوا طلعوا بيان تاني لا ده هم قالوا البيان الداخلية اللي قالت هذا الرقم أيا كان هذا الرقم حتى لو خمسة حتى لو اتنين مش دي المشكلة لا لا الشهدات المسجلة هذه والمسربة تتكلم عن أعداد كبيرة ده أنا بقول العدد اللي هو اللي ورد فيه بيان وزارة الداخلية قالوا خمسة وخمسين الشاهد أنه حتى كان سابقا كان من يقتل كان دائما عساكر يعني كان من معظم معظم غالبا المعظم الذين يقتلونها كانوا عساكر بداية من مشكلة الحدث الساكر تقصد رتب متدنيع آه عسكري رتب متدنيع جندي 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 عندنا نقول عسكري يعني جندي البسيط إنما فكرة أن تكون رتب بعض الطريقة وفرق مدربة تدريب خطير ما أريد أن أقوله في هذا السياق ومتعرفت ليه هم دباط حسب التسريب كان معاه ده مرشد هذا الرئيس المجموعة التي هاجمت الكونفوي الموكب كمين اللي عمله الكمين كان معاه مرشد يقول له ده ضابط ده جندي يترك الجندي ويؤتل الضابط حسب التسريب لا بس سواس تفسر هنا السؤال برضو وده طرح يعني أكثر من حد طرحه بما فيهم حتى شفيق وسامي عنان حينما طرحوا وليوم شفيقة فكرة فيه عليه هجوم شديد جدا بصرف النظر أنا ربما اختلف معه كلياتا ولكن أقصد أن أقول يعني لماذا سؤال لماذا هذه العملية تم إرسال كم هؤلاء القادة والرتب بهذه الطريقة يعني كمين أو مواجهة إرهابيين كان بيبقى فيه مجموعة من الجنود على مجموعة وسط من الضباط واحد مثلا بقائد عميد ولا عقيد إنما اللي أنا عايز أقوله يا دكتور ولم أكمله إنه فكرة الأعمال الإرهابية التي تمت من وقت أن حصل السيسي على التفويد آية الآن أعمال خيالية لم تحدث فيه تاريخ مصر من قبل من أول حتى جمال عبد النصر وانتنازل حتى وقتنا الحاضر فأين مواجهتك للإرهاب وأين مواجهتك للعنف؟ الأمر الثاني والإشكالية الأخرى الكبرى أنه تفرغ الجيش بكل آلياته ومتاريسه والشرطة بكل آلياتها ليس في توطيد الأمن بشكل أو بآخر ولكن لمواجهة السياسية كانوا الإخوان كانوا غيرهم هو العسكر أنا قلت زمين أنه العسكر كالفريك عرف الفريك يا دكتور؟ طبع يقول لك الجيش أو العسكر كالفريك ما يحب الشريك يعني معروف أن العسكر منه زمين حتى أنه بعد القوى السياسية أو بعضها إحناما ظنت أنه بعد إخلاء الساحة لهم من الإخوان سيتقدمونهم لم يناموا شيء بس سؤالي أنت سألتها بشوي يا دكتور يعني ماذا يمكن أن يجاب عليه؟ يعني هل هذه العمليات لأنها لم تحتص من قبل ولأنها عمليات تبدو خارقة للعادة؟ يعني هل تكون مدبرة؟ البعض أنه ليس لدي معلومات ولكن هناك أحداث مشابهة تشيره بشكل واضح أنه أجهزة النظام تمارس مثل هذه الأعمال لأكثر من السبب أولا هناك تصور هناك فكرة أنه ما لا تحدث انتخابات رئاس اللي هي المفروض في 2018 بحيث أنه المسائل قصرت إرهاب وقصرت قتله ولابد من وقوف الشعب مع كذا وإلى آخرة بحيث الأمور تمشي الأمر الثاني وهو فكرة ما يسمى على مستوى حتى الدول لأنه في حرب ضد الإرهاب ومإرهاب اللي هو أصلا الغرب نفسه والأمريكان نفسهم لم يحددوا أصلا ما المقصود بالإرهاب والسؤال هنا من يمارس الإرهاب الآن؟ يعني أنت حينما حصرت أو حجزت أو حبزت معظم أو كل قيادات الإخوان لم نرى أحدا في السحر حسب تحليل قرأته مؤخرا أن أحد الأسباب الرئيسية التي حفزت النظام في مصر أو دفعته أو شجعته على عمل المصالح الفلسطينية أنه عاوز يصلح علاقاته مع أمريكا لأن الأمريكان غير راضين عن معالجته لموضوع الإرهاب وهو إذا كان سيعمل عمليات بهذا الشكل سيضر في السجل وليس سيفيده طبعا المشكلة الرئيسية في هذا لأنه تضيع هيبة الدولة وهو يستحيل على نظام في مصر أن يضيع هيبة الدولة حتى أنه يكسب جولة أو اثنين في مسألة الانتخابات أو كذا لا، هي الكلام الصحيح أن مصر دورها مهمش تماما سياسيا صحيح وبالتالي كان لابد أن يستعادف بعض الأوراق يعني ليس لها دور في الخليج ليس لها دور في اليمن ليس لها دور في سوريا ليس لها دور في المنطقة كيف مصر؟ هذه الدولة المركز يعني الدولة التي كانت تقتود إلى العالم فكان لابد أن فليس لها أمامها إلا الورقة الفلسطينية التي يمكن أن تقايد بها في أمريكا وغيرها أما بالنسبة للماجر في مصر أنا أعتقد فيه مشكلة أمنية والنظام يعي ذلك وقد يكون صراع بين أجهزة أنا أعتقد أنا أعتقد في هذه المسألة في هذه المرقد وقد وقد وراء التمريد ليس لدى معلومات أنا أتصور أنه سياسة لأنه فيه كلام يقال في هذا أنت تستئل كم فيه ضحايا لهذا النظام في البلد؟ ألاف مؤلفة طيب ما هو هدولة يعني الناس أنت لما بتقتلهم يعني لابد من تقتلهم لابد النظام أن يغير هذه القبضة الأمنية ومواجهاته الأمنية لتوجه سياسة أنا أقول لك لأنه لن يفعل لكن لن يفعلها ستزداد طبعا هذا النظام تكوينه تكوين نظام العسكري لا يستطيع يا دكتور لا يستطيع أن تقص على ذلك أنظمة حتى المعظم الأنظمة العسكري لا تستطيع أن تعيش في مصر مثلا يعني حتى أنه حينما رفع حالة الطوارئ رفعها بطريقة في غير الغرابة يومين يعني يومين بحيث الدستور كان لا يسمح له أن يمد قانون الطوارئ مرة أخرى أو حالة الطوارئ مرة أخرى إلا بعد استفتاء فرح رفعه يومين ورح جاي استحضره واستدعاه مرة أخرى لكن إلى أي مدى إلى أي مدى دكتور أسف لمقاطع لكن إلى أي مدى وإذا استحضرنا مفهوم المايسترو بعيدا عن نظرية المؤامرة لكن إذا كان السياسة الأمريكية والغربية بالمجمل في المنطقة الآن هي إضعاف كل الأطراف وتمزيق المنطقة بشكل كبير وإثارة كل أشكال الصراعات الطائفية والمذهبية وما إلى ذلك حتى الحلفاء والأصدقاء للولايات المتحدة أغرقتهم في معارك كما حدث مع الدول الخليج في اليمن وفي أكثر نحن تبعنا مشهد اليمن الذي أغوى أو الذي مهد الطريق للحوثيين وعلي عبدالله صالح كان في لحظة من اللحظات ليس فقط ضوء أخضر أمريكي رعاية أمريكية أنا أذكر أنه كانت بعض المواقع تقصف بالطائرات بدون طائرة الأمريكية ثم الحوثي يتقدم باتجاهها إلى أي مدى يمكن أن يكون أنا أعاوز أقول أنه في بعض العمليات بحجة مواجهة القاعدة كانت الطائرة الأمريكية تقصف الموقع ثم يسيطر عليه الحوثي هل بدون التنسيق ليس هذا الموضوع الموضوع دكتور هل يمكن وأنا لا أستبعد هذا هل يمكن أن يكون الآن حتى مصر بهذا الحكم يجب أن تكون أضعف مما هي عليه الآن الدكتور في حكي الآن جدي عن فكرة أنه بعد أن استنفذت داعش دورها إلى حد كبير في سوريا والعراق وحرق العراق وحرقت سوريا ومزقت الدور القادم على مصر وبالتالي وهذه الكثير في العمليات وهذه الأعداد الكبيرة من الجهود الفرضية أول إشياء هاي الفرضية لا تسندها معلومة صحيحة تحليل صحيح ثاني حاجة أنه ليس من مصلحة أمريكا أن تقوم بالذي أنت وصفته بالعكس هذولا حلاثاءها وليس من مصلحة سعودية حلاثاءها دكتور لا 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 يا سيدي اللي حاصل في اليمن هذا من سوء تدبير الحكام في السعودية والإمارات لكن ما الذي أغراهم بأن اليمن ستكون لقم سائلة وورطوا في الحرب وأفلتهم لا بالعكس أمريكا كانت ضد تخلم في اليمن البداية أيام أوباما أمريكا لم تكن راضية عن الحرب وهل تستطيع أنظمة الخليجة على المستوى الاستراتيجي ليس من مصلحة أمريكا الآن تفكيك مصر أو ازدياد قوات الجماعات اللي ما يسموها بالينابية لماذا؟ ليس من مصلحة لماذا؟ لأنه موضوع عدم الاستقرار مهم الآن الأولوية في المنطقة هي تمرير مشروع السلام الاقتصادي وهذا يحتاج إلى هذا قد يكون موازي أيضا لموضوع مواجهة إيران حتى نفهم برضو الاستراتيجية الأمريكية يعني يجب نفهم أنه كيف يشفرنا ولذلك الدكتور اسمح لي أقول بكل أمانة وصدق إذا كانت أو إذا كان أصحاب المصالح سواء كانوا حتى داخل مصر هناك أصحاب مصالح داخل مصر جاء الأعمال وغيرهم إذا كانوا يريدون استقرار لمصر إذا كان الوضع الإقليمي يريد استقرار لمصر أنا أقوله بكل الشفافية أن وجود هذا الرجل على رأس النظام المصري هو طامة كبيرة على مصر وعلى المنطقة كلها لأن الحقيقة ليس لديه رؤية سياسية يعني بصرف النظر أنه انقلب حتى على نظام ديمقراطي أو على المصاري الديمقراطي الذي اختاروا الشعب تعرفش المشكلة دكتور جماعة تعرفش المشكلة نعم أن هذا الذي تصفه بأنه ليس لديه رؤية وبأنه كذا هو دعم ومول من قبل من أكثر عماء منهم أنا أعرف زيار يعني هو أصلا المنظومة الإقليمية أنا أعرف هذا هي التي تتمسك بمثله خشية من البديل وهو أن أعرف أنه أداة وأنه يوجد وأنه أنا أقول حتى من باب المصالح لو أنك تنزل لمستقبلك في إطار المصلحة أنا أشوف أنه هذا الرجل هذا المنطق يجوز كان ممكن تقتنع به الإدارة السابقة الإدارة حالية لن تقتنع بهذا للأسف الشديد هذا سيؤدي إلى فوضى دكتور أنا في تتصور أنت تتحدث عن تغيير النظام أو لرأس نظام لا أنا على الأقل على الأقل أصل فكرة تغيير كل النظام أنا أتصور أنه فيه صعوبة شديدة فيه صعوبة شديدة عندنا مشكلتين عندنا مشكلتين على الأقل على الأقل من وجهة نظري رأس النظام يعني أقول أقول أنها مشبكة بصورة 25 نناير أنها وشيء مؤسف أذهبت فقط يعني نفس الكلام اللي كان يقول عن بشار يعني أنا لا أنا أكمل بس المزقية دي أنه أنت عندك رأس النظام على الأقل بشكل أولي رقم اثنين فيه شيء مؤسف ماذا يفيد هذا؟ أنا أكمل حضرتك يعني هو دائما في الإطار المصري دائما بعد حتى جمال عبد الناصر ما زهب وجيس سادات وحدث انفراجات في الإطار العام السياسي وكذا وإخراج ناس من السجون في حد ذاته حالة التنفس هذه هي مرحوبة في هذه المرحلة هذا يعني مثلا هل نعقد نرجع هل تغيرت مثلا السياسة في مصر لما راح السادات وجان باراك لا أنا أتكلم ما أنا أتغيرش بس أنا أقول شيء فيه نقطة أنت عارف لماذا نردت على أشياء البسيطة لا أنا أكمل حضرتك أسنت الآن أنا كنت لسه في النقطة الثانية فيما تعلق كما يسمى المعارضة للأسف الآن وضعها ضعيف للغاية كل فئة المعارضة التي أنت تراها تعارض النظام من الإنقلاب نظام السيسي يعني لا يوجد عنوان لها يعني من الأوجب عليهم أن يكون لهم عنوان يعني مثلا الغرب أمريكا عايزين يقولوا مثلا طيب إحنا مش عايزين السيسي مين يا جماعة الخيرة هيكون في السكة دي مفيش انت شايف مراية شايف حاجة مش شايف حاجة فإذن في مشكلة فإحنا بنقول نريد أنا شخصيا بطرح فكرة هوات بقول أنه لابد أن يزح هذا الرجل من اللي زيحه من اللي زيحه أنا بقول لسعب إذا الشعب ما تحركش من اللي حيزيحه الشعب للأسف هو الأصل أن تتحرك الشعوب الأصل ولكن كما تعلمون الشعب هو أقسام جزء منه صاحب مصلحة جزء منه مغيب جزء منه مقهور جزء إلى آخره جزء منه في السجون جزء منه خارج كذا من اللي حيزيحه أقول لحضرت أنا بقوله هوات بخاطب الدول التي لها مصالح وآتت بهذا الرجل الدول اللي حيز صرف بهذا الشكل حتى هو شوف لو أزيح الرجل الموضوع مش مش شخص الموضوع المؤسسة منظومة أنا بكلم على سياسات طيب أنا بقول من سياسات شلت X وضعت Y ونفس السياسة لا أنا أقصد أنه الأمور تترك للشعب المصري فيما بعد والشعب لابد أن يتحرك في هذا الاتجاه لأنه الحرية يعني تأخذ تأخذ ولا تعطى تتكلم عن دول أنت الآن أنت تنشد الدول تعمل تغيير في مصر ما هو ليه بقى دكتور لأنه الذي أحدث الانقلاب في مصر ليس السيسي السيسي هو أداة تقديري الذي أحدث الانقلاب في مصر هي دولة مثل جزء يعني أساسي كدولة مثل السعودية والإمارات على المستوى الإقليمي تغيير الحقيقة حدث من الداخل ما كان فيه ضوء أخضر لم يكن فيه تمويل ولكن لو الناس في الداخل ما استجابت ما كان حصل لا لا هو الخدع تمت في الداخل في تقدير أنه الذي تم في الداخل عبارة عن خدع يعني في شهر ثمانية ألفين و اتناشر مش كان فيه محاولة فشلت ليه اه كان فيه محاولة ليش فشلت ما هو فيه تماسك إلى حد ايوه إذن من الداخل ما هم عملوا ايه الأتوات التي خدمت أشياء أخرى عملت مثلا مثلا حركة تمرد وغيرها وقامت بفعلي ما كنت تراه من وسائل إعلام من مظاهرات هنا وهناك لا عايز أقوله أن مصر حتى تستقر أمنيا السؤال بدأ في الموضوع الأمن لازم تستقر سياسيا صح وحتى تستقر سياسيا لازم أن يكون هناك مصالحة عايز مصالحة مجتمعية حقيقية يعني في داخل مصر ليس بتغيير فلان وتجيب فلان لأنه هذه هل ستتم مصالحة في هذا الوضع يعني واحد صعب طبعا بدون تحرك شعبي بدون وجود داخل مخبة حقيقية تفهم المعبور مع معارضة ضعيفة جدا بل مش ضعيفة ده ممزقة هو ميزان القوة ميزان القوة المحلية ميزان القوة الإقليمية ميزان القوة الدولية هم اللي بنايت المطاف بيقرروا لكن بكتور في القضية اللي بتأت فيها تفضلت فيها حول موضوع العمليات وحجم الضحايا الكثر وهذا متكرر بشكل كبير ويظهر ضعف شديد في البنية الأمنية المصرية الغريب إذا كان في تحالف حقيقي أمريكي مصري وإذا كانت إسرائيل صديق جيد لمصر لماذا لا يتوجد مساعدة حقيقية في هذا الموضوع يعني أنا أعطي أمثلة في اليمن في باكستان في غيره عندما يكون مطلوب واحد للولايات المتحدة الأمريكية يتم اغتياله عن بعد دون أن ينزل جندي أمريكا على الأرض واحد فقط إذا كان مجموعات مسلحة يعني تتحرك بسهولة في الصحراء المصرية والغريب أنه بعض الأخبار قالت أنه القوى التي ذهبت لنجدة الفرقة التي وقعت في الكمين لم تتمكن من تحديد المكان صار في مشاكل في الجي بي أس وما فيش عندهم إمكانية يصلوا بمعنى قضايا فنية تقنية أنا أريد أن أقول والمعلومات الأخرى أنا أحكيش عن مؤامرة دكتور بالمفهوم التقليدي للمؤامرة لكن المعلومات الأخرى اللي بتقول برغم كل الحديث اللي بتم حول سينا أن اليد العليا لا زالت في صحراء سيناء في معظم صحراء سيناء هي للمجموعات المسلحة وليس للجيش المصري والمجموعات المسلحة تنصب كمائن وحواجز في الشوارع وتمنع وتقطع الطرق متى تشاء ماذا يعني ذلك؟ وهناك فقدان سيطرة يعني ذلك أنا أقصد أن مشروع التمزيق الذي مزق سوريا والعراق ليس بعيد عن مصر ولن يحمي مصر فقط أن لديها علاقة جيدة مع الولايات المتحدة لا يعني داعش قالها يعني قالت أولاية سينا يعني هذا وداعش ومن يقف خلف داعش لا هذا ما شاء الله أخرى ممكن أن تحدث فيه تحدث فيه تحدث في الأمريكان وراء داعش ليس فقط الأمريكان لكن داعش أنا غير مسلم ليس فقط وداعش على علاقة سيطرة أنزوع إلى تفسير الظواهر بأنه في جهة معينة تخطط وتقوم بما لا قبل لنا بردعه لا يفسر الظاهرة صحيح؟ وهذا يتقاطع مع عوامل ذاتية الموضوع أبسط من ذلك بكثير عندك نظام هنا سياساته مضطربة صحيح عمل إشكال بينه وبين عدد قطاع كبير من الناس دم الرفع حجر الرفع في السيناء شرد كثيرا هناك حوالي 40 إلى 60 ألف سجين أخطاء هيئة بيئة في قتل بدم بارد المطلوب إذا وصلوا له بيخطلوا ما بيقبضوش عليه هذا يولد حالة من الغلايان والغضب وهذا موجود في كل المجتمعات يعني مش لازم أنه يكون فيه جهة متآمرة لا هذا يولد يوفر بيئة حتى نفها من موضوع المستوى الاستراتيجي ماذا تريد إسرائيل ماذا تريد أمريكا في المنطقة هنا هي تريد تقسيم أو إعادة تقسيم المنطقة بدل ما تكون 20-22 دولة تكون 35-40 دولة ولكن بطريقة مرتبة ومنظمة بحيث أنه ما تخرج عن السيطرة صحيح وهذا ثبت هذه الخطة بالمناسبة هذه خطة عند إسرائيل من 82 ويس أوباما كان ضدها إلى حد ما هذا الرجل مستعد أن يتناشى معها فإذا إحنا أدركنا لكن الدارة الحالية دكتور وقفت ضد استفتاء كوردستان هذا ما نتحدث فيه لا تصغل فيه لا تصغل فيه سائرية ومش طائفية صعب ولكن هناك خطة أيضا ضد مصر هناك خطة لزي قطلة وهذه الخطلة موجودة على الإنترنت من المصل أو فيه جزء في مصر قبط وجزء لا هم يريدون ذلك لا 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 مصر قد تكون من أصعب البلاد التي يمكن تقسيمها هم لديهم الآن حليف في مصر يعني هم العشرة في الممئة الأخلاف مصر مستقرة هي الخيار بالنسبة لهم عدم الاستقرار في مصر مش سببه إسرائيل ولا سببه أمريكا سببه السياسات المحلية هذه السياسات تدار من نوجة نظري أن هذا الرجل حينما هو نفسه قال مش كان بيقول بعدما قام بانقلابه أن أنا كنت بتواصل مع وزير الدفاع الأمريكي لمدة ستة أشهر بشكل متواصل فأقصدا أقول أنه أنا بأؤكد وعندي أبصم بالعشرة أن هذا الرجل مستخدم يعني لم يأتي من جراء نفسي كده وعمل انقلاب مجموعة عسكريين معاه المسألة مرتبة وأياد أخرى السيس يعني من مين مرتبة؟ أنا مرتبة الأمريكان لهم دور في المسألة لا بس هذا يعني ليس هناك دليل على ذلك لا هو الرجل قال نفسه لا لا تواصله هذا من ناحية أنه هو كان وزير الدفاع أمريكا في الآخر يعني لهم مصالح في مصير عايز أقول بس أنه أمريكا وراء ما حدث في 3-7 هذا غير يعني لا مش أقصد أنه في إشارات شو كان وزير الدفاع كان وزير الدفاع طيب هو تواصل مع وزير الدفاع الأمريكا عادية أعتقد العوامل الإقليمية أكبر بكثير وأنا لسه هاجي على الإقليم ونكمل أقصد أنه ما فيش يعني ما كانش فيه إرادة أمريكية في إشارات ما كانش فيه إرادة أمريكية بالعكس طيب أنا أقول حاجة الأمريكان كانوا يروح لمرسي دكتور مرسي ويقولوله اعمل كذا سوي كذا لأنه كانوا شايفينه إنقلاب هذا طيب أنا أقول لحضرتك وهذا كان من دون الأمور ده يدعوني للسؤال بعد إذن حضرتك لو أن الأمريكان لا يرغبون لا يرغبون في قصتي هذا الانقلاب وإتمامي هذا الانقلاب كانوا سمحوا به أن يسير بهذا الشكل هو مستوى مجتمع لا المضوع هم عرفوا به ما أوقفوهوش هذا مسألة أخرى السؤال لماذا لما يوقفوه مع أنهم يدعونا أنهم يسيرونا مع المصار الديمقراطي لماذا نعتبر أن أمريكا بيدها كل شيء لماذا نعتبر أن أمريكا بيدها كل شيء لا أنا لست مع هذا يعني يا أمريكا تعمل يا أمريكا تمنع لا هو اللي حصل لا اللي حصل أبسط من ذلك أمريكا وأوروبا كانت على استعداد أن تتعايش مع نظام يحكمه الإخوان المسلمون في مصر إذا استطاعت أن تقلل خسائرها وتضمن الحد الأدنى من مصالحها هذه السياسة الدولية هي بهذا الشكل اللي حصل أن المنظومة الإقليمية هي التي رفضت التغيير المنظومة الإقليمية مع المنظومة المحلية في مصر التي تضررت من الإنقلاب هي التي تحالفت عفوا التي تضررت من الثورات العربية من التغيير فكرة التغيير هي التي تلفت فيما بينها هنا الغرب ليس سيأتي لحرب نيابة عني وعنك وعن الشعوب هو مدخل في العراق لا العراق حاجة مختلفة العراق حاجة مختلفة لا أريد أن أقوله هو ليس سيدخل مدافع عن حق من حقوق الشعوب هو سيدخل مدافع عن مصالحه هم حذرهم الأمريكية حذرت حكومة دكتور مولشي أكثر من مرة لا أقول أنه كان فيه لقاء بينه على مستوى الاتصال الهاتفي مع أوباما وكان فيه خلاف بشكل أبخر في الأيام الأخيرة إنما السياق اللي أنا عايز أتكلم فيه إنه إذا كان هؤلاء يبحثون عن مصالحهم فأنا بقول لهم بكل أمانة إنه مصالحكم حتى التي تبحثون عنها ستتضرر بهذا الوضع هذا الوضع الذي يضار في مصر بهذه الطريقة سيكون هناك ضرر شديد على مصالحكم شو أنا أقول لك الغرب لا يتحدث بهذه اللغة ولا يفهمها الذي يغيره الشعوب إذا الشعب المصري اليوم هو يعني هو المعاول الأساس هو إذا لم يثر على هذا النظام سيبقى هذا النظام كأي شيء آخر كما حدث مع مبارك مبارك جلس 30 سنة ما حدث به أي خطورة لم نقام الشعب تغير النظام ولم يقبل نسرة لو كان في 2011 واحد زي ترامب مثلا كان ما عنده مشكلة أنه يستخدم الجيش لهذا أوباما قال لا قال لا لازم تمشي الآن لا أنا 2011 نعم فهنا تفرق يعني هنا تفرق هو في موضوع لأن العامل الخارجي هو أحد أهم خمس عوامل في الثورات صحيح خمس عوامل مهمة وأحدها العامل الخارجي فإذا أنت كنت مستعدة لأتعمل فإذا العامل الخارجي في الآخر ترك بتتسرع الثورات طب أنا أسألك سؤال ثانا دكتور أما وأننا وأنا متفق معك في قصة الشعوب على المعول الأساس في التحريك وتسوير المسألة أنه هل الشعب المصر الآن لديه القدرة على أن يتحرك للحصول على حقوقه وأدناها الحرية في هذا السياق فهو صعب إقراءة الشعوب أنا أتصور الناس لو سألتهم هذا السؤال مع القبض في شهرة ماعش 2010 كانت الإجابة هتكون ثم خلال ثلاثة أسبوع كان الشعب قام أنا هي الموضوع جينيريشنز يعني أجيال الجيل الذي قام بالثورة في 2011 تقريبا الآن تعب لك محبط يعني محبط كويس فأنت تتكلم عن جيل آخر لبعضهم ترك حتى الساعة هذا الجيل قد يأخذ عشر سنوات خمس سنوات ليس هذا فقط يعني هو الجيل تعب أيضا دكتور لكن أيضا في الحد الأدنى كان في 2011 في نخبة سياسية تطرح شيء اليوم هاي فقدت أيضا يعني الشعب ليس لديه عنوان للتغيير أيضا يعني حتى لو بدي يخرج يخرج مين يعني بدي أفترض أنه خرج الشعب المصري يريد إسقاط النظام الحالي كان فيه قتلة صلة طبعا حتى وإن كان ضاعف هذه تخريبا الآن تلاشت مشكلة مزدوجة شعب وعرضة لأن النخبة مهم النخبة صحيف أهم شيء في موضوع الثورات التغيير النخبة طبعا هي وجود نخبة صحيف يعني تكون عندها رؤية واضحة النخبة الآن بيخوونوا بعض النخبة الآن مختلفين مع بعض مش قدرين يتفقوا على رؤية مش قدرين يكونوا عن بدأة الثورة هي مش النخبة هي النخبة هو بكلم تعانوان هي النخبة أفشرت الثورة يعني هي مشتها أكا من شهر ثم خلافاتها وعدم رؤيتها الواضحة أفشرت بس هو هذا مسار الثورات على شكل تغيير مجال التاريخ لا تأتيش مرة واحدة تأتي على دفعات وأول دفعة تضرب تضعف تصير اكزوستد مش قادر تكمل تأخذ وقت بعدين تأتي زي بركان لو في قيادة لها رؤية واضحة كما حالف في إيران كانش ممكن كانش انتصرت لا لا حعرت بالرؤية لا حعرت بالرؤية الإمام الخميني ما كانش عندي رؤية واضحة جدا كيف يتعامل مع هذه المسألة؟ كانت بخطوات محسوبة